اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية قل لي من اختارها اقل لك من تكون انها حكومة مصطفى الكاظم التي دار الحديث عن اثرها القادم والمتغيرات التي ستحققها وكأن المتفائل بهذه الحكومة ينسى ان الذي اختارها هو من اختار حكومة عادل عبد المهدي بعد انتخابات ايار عام 2018 فالكتل المسيطرة على المشهد نفسها في كلا الحكومتين ويستحيل ان يمرر شيء او يتخذ قرار ما دون موافقتها ولتوسيع الدائرة اكثر ولاتجاه نحو جذور المشكلة حكومة الكاظمي هي ابنة النظام المؤسس منذ الغزو الامريكي والذي جاء بامثال المالك والعباد وغيرهم اغلب المراقبين للمشهد العراقي اجمعوا على ان محاولة اعطاء خصوصية وميزة لحكومة الكاظمي ما هو الا وهم وشطط عن حقيقة الحال فهي لن تأتي بقوانين او مشاريع تتجاوز ما هو مرسوم لها ومسموح من قبل الاحزاب النافذة وعلى سبيل الافتراض لو تركت لها مساحة حرية للقيام بافعال شكلية لذر الرماد في العيون فان ذلك لن يتحقق بسبب ظروف المرحلة الحالية على المستوى الاقتصادي وسياسي حكومة الكاظمي ورثت عن حكومة عبد المهدي ميزانية ضاع اكثرها في صفقات الفساد والاختلاس والتبذير وسوء الادارة ولما ينتهي نصف العام بعد كما ان ميزانية العام المقبل ستكون كارثية بسبب هبوط اسعار النفط حكومة الكاظمي جاءت في ظل زخم ثورة تشرين وخروج تظاهرات عارمة فور تشكيل هذه الحكومة رسالة شعبية واضحة لرفضها من مبدأ وعي سياسي بفشلها ومعرفة جماهيرية بآلية اختيارها وكل ذلك عن سابق تجربة مريرة امتدت اكثر من عقد ونسف الشعب الذي قال في التظاهرات تسقط الاحزاب هو لم يعترض اصلا على خياراتها لتبدل عبد المهدي بالكاظمي بل اعترض على وجودها في موقع السلطة اشتركوا في القناة